دايةً تعريق بسيط أنا سألت مساعد دكتورة عجل داسم قسم التحسس نائي كلية التحسس نائي وجهة فيزياء في جامعة فيزياء للعلوم التخصص العام هو دكتورة علوم فيزياء تخصص الدقيق هو على بركة الله نبدي المحاضرة إن شاء الله والمحاضرة هي بالحقيقة ما راح نبدي بالألف باس اللي النانو اللي هي متعودين عليها الحجود والأبعاد أصبحت معروفة جداً لدى الجميع وبدأش نسأل المتخصصين بهذا المجال إذن راح ندخل على موضوع إنه أنا شلون أبدي أحضر شلون أبني الأرشي الرقيقة اللي هي تكون تركيبها نانوية فقبل كل هذا لازم نعرف شنو معنى التركيب النانوية إحنا جائماً نسمع إنه نانو بارتكول هل هذا يكفي من أقول نانو بارتكول بسامات نانوية هل هذا المصطلح يكفي آآ للتعرف على النانو تكنولوجيا أو على النانو ساينس بالتأكيد لا لأنه بفعل التطور اللي اللي حاصل في الأجهزة التشخيص والأجهزة التحضير وبروك التحضير آآ أصبح بالإمكان الحصول على تركيب متنوعة مختلفة تماماً الواحدة عن الأخرى وأبعادها تكون أبعاد نانوية إذن بداية ما هو النانو تكنولوجيا أو لماذا النانو تكنولوجيا هو موضوع مهم بالتأكيد النانو تكنولوجيا دخل في كل مجالات الحياة إذن أصبح المحرك الرئيس أصبح اللاعب الرئيس في مجال آآ العلوم ونانو هو مختص بعلم واحد في كل العلوم آآ هو يدخل آآ موضوع النانو تكنولوجيا إذن آآ هنا من ممكن أنه آآ من ناحية السرعة أنه أنا أحصل على أسرع على أصغر على آآ مور 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 سيستمز أي بمعنى آآ أنه أنا من ممكن أن أصنع أجهزة جقيقة جداً وأكون بطفاءة حالياً السؤال المطروح الآخر وفش دينين آيديا وفنان التكنولي ما هي الفكرة الأساسية من النانو التكنولوجيا نحن كنا نعرف أنه العين المجردة ممكن أنتم عمنا ننظر حوالينا أن نكتشف ما موجود على سطح الكرة الأرضية لكن بفعل التقنيات الحديثة لا نروح أبعد وأبعد وأبعد من كل هذا وبالذات استخدام المايكروسكوب اللي هي نعم 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 لا بعدني بهذه الشريحة يعني الشريحة اللي بعدها لا ما نبغير بعدنا ما زلنا بالتكنول ما حجي الآن عجب عجب هاشي أوكي حاضر حاضر استخدänn نعم نعم استخدام لحظ mark نعم شكرا 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 لحظ شكرا 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 اوكي؟ تمام اوكي تمام فضل ماشي ماشي اذا اذا شنو هي انفكرة قلنا انو العين المجردة ممكن ان تكتشف الامور الظاهرية لكن باستخدام التقنيات الحديثة والذات المايكروسكوب التوصل العلم للدخول داخل التراتيب الداخلية من المواد بحيث تصل الى الابعاد اللي هي قريبة من الابعاد الدرية ليش الاهتمام بالنانو التكنولوجيا؟ لانه احنا كنا هسا من دنيا شغل في موضوع النانو بالذات في التحضير تحضير المواد النانوية هل انه هذه الإنكانية والمغبرة جه وتحاشية الضراف الأسون البسيما الذات الابعاد النانوية هل انه الضروف الديئية مهيئة لاجل انه ممكن انه Healthy هل تأثر علينا التأثير السلبي وهو هذي النقطة دائما مهمة؟ نعم احنا نستغل في محاول الشراطيب النانوي في مجال تحضير المواد النانوية. لكن هل انه نقدر ان نتحاشى مخاطر آآ هذه المواد آآ بالتأكيد هذه الها ظروفها وإلها انسانيات. آآ بالتأكيد يكون عندنا النانو التكنولوجي هو امر مهم جدا بالنسبة لحياتنا اليومية. آآ طبعا آآ احنا النانو التكنولوجي راح يقول لنا مواد بخصائص وآآ آآ بتراكيب وآآ آآ امكانيات جديدة بحيث انه ممكن انه تدخل في كافة مجالات. الحياة النقطة الاساسية بالنسبة لي عملنا وبالنسبة لي آآ مجال المتحسسات. فتطبيق المجال المتحسسات هو آآ احتاج الى آآ آآ لارج سيرفيس ايريا. ليش؟ لانه احتاج الى انتراكشنا. احتاج الى تفاعل ما بين التحفيرات البيولوجية. او كان يكون عندي غازات. كان يكون عندي كميكولز. كان يكون عندي بايروسيز. كان يكون عندي باكتيريا. اذا كل ما تزداد احتمالية تفاعل فهذه اللحظات الخارجية مع مادة المتحسس اللي تم صنعيها بالتأكيد راح تمتيني رسفونس اعلى. هاي بمعنى تحول الاشارة من اشارة كينيكم فيزيائية بيولوجية كيميائية الى اشارة كهربائية. والاشارة كهربائية تعني لي آآ تشارج كارير تعني لي حاملات شحنة. كل ما يتزداد احتمالية. كل ما يكون عندي عن الحاملات الشحنة. اكبر لذلك لمنانوية هو عندي اس ايكت ريشيو ليكون هاي اس ايكت ريشيو ليكون اه ريشيو. ايدي معنى كل ما اوفر مساحة صفية تبيرة. كل ما يكون عندي التطاع الاعلى. كل ما يكون عندي التحسس او الريسفونس يكون اعلى. المسافات كل ما تكون اصغر او اقل كل ما يكون عندي الريسفونس تايم اعلى. و للعاملين في مجال المتحسسات والكواشف عدنا نقطة او نقطة بالحقيقة مهيئة جدا. اللي هي حتى هي اهم من التحسسية. عدنا مسألة الريسفونس تايم. و عدنا مسألة الريكابوري تايم. الريسفونس تايم هو مدى استجابة هذا المتحسس للحدث. فاذا اذا اه هذا حدث فيه يعتمد يعتمد على يعتمد على. الشيء الاخر هو اه عندنا كل ما يكون اصغر كل ما يكون هذا اه هو مهم جدا في تطيقات البيولوجيا. اه ايضا عندنا اه الانو تكنولوجي تكوير وتحسين للخصائص اللي منظرنها الخصائص الترتيبية الخصائص البصرية الكعربائية الميكانية المناطسية وكل الخصائص كل خصائص المواد واعتقد هذه اه تم التطرق له في البرنامج التدريبي فاذا. اهذن. احنا سيرين نتعرف على انواع على انواع التراكيب النانوية. فـ meaningful. بدءا بالشينات النانوية اللي هي نانو جميلة شيف راح نكون مثلها؟ من اجياني اسوّي الوء اي من اي نوع من انواع التراكيب النانوية فعندنا النانو فارتيكول تكون عبارة عن في أغلب الأحيان هذه تكون بالطرق التحضير اللي هي تنطيني التجانس عالي على السطح يعني ما تنطيني هذه التباريس سواء كانت الأخاديد أو القمم النانوية مايكروية فإذا نأخذ هذا المثال لأحد الباحثين اللي هو في 2021 نأخذ بالمقارنة معه ما حصلنا عليه سابقا اللي هو في معحد في زياء المواد في جامعة مونستر في ألمانيا بالتعاون أو كان التناظر المختبرات موجودة في مركز بحوث المعنى التكنولوجي في مدينة مونستر هذه هي المقارنة ما بين الشتلين النوع الآخر من التراكيب النانويين وهذه راح نرجع بعدين إنه شنون نحصل عليها شنو هي الطرق اللي اللي تم استخدامها للحصول على هذه التراكيب النانوية سواء كانت بطريقة التاركيب النانوية اشتركوا معاه هو النانو اكتر. علي ترى تشراح. ليش حتى تتغير دكتور. علي العفو. ليش عجب؟ يعني بعدها على أول شريحة؟ بعدها على أول شريحة؟ الشريحة الثانية أعتقد. اللي هي بالثانية. اللي هي بالثانية اللي. ليش عجب؟ عجب؟ لحظة. أخا في الاستجابة الاستجابة الانترنت بطيئة؟ ما أعتقد لا احتمال. هسه وصلت على الثالث اللي هي نانو تكنولوجي. نانو مكيريال. هسه هذه الثالثة. اللي شرحناها. يعني هي هذي أساساً يعني تم التطرق لها بالبرنامج التدريبي الأول. اللي هو النانو ديفايزيز. اللي عندنا الاسفكت ريشيو. والمبروغ. وحتى زيد التحسسية يكون عندي الهاي اسفكت ريشيو. أي بمعنى. عندي مسألة السيفيستيبوليوم. يكون بمقدار كبير جداً. كل ما يكون عندي إذا ابتربنا. إذا ابتربنا عندي تيوب. اللي يكون عندي طول هذا التيوب. طالماً خمسة مايكرون. على الدياميتر لهذا التيوب أو الرود. اللي هو أقل من 100 نانو. بالتأكيد راح يكون عندي نسبة كبيرة جداً. لذلك راح توفر لي مساحة صبتية كبيرة. التصغير المسافات للتأكيد. يؤدي إلى عالية. أي بمعنى عندي. مثل ما ذكرت منه في المتحسس أو في الكاشف. اللي أحتاجه هو يكون عندي. زمن نهوب. هذا المتحسس يكون صغير جداً. أي بمعنى بيري فاست أو فاست. لذلك الاستجابة مني تكون على شكل فالصيز. قبل أن تنتهي يكون المتحسس متجيب إلها. وبعد ذلك من تنتهي أيضاً سرعة رجوع هذا المتحسس إلى الحالة التدائية. يجب أن يكون بزمن صغير تحسباً لأي إيبنت تاني. إذا كان بطيء بالتأكيد من تجي الإيبنت تاني يكون بعده المتحسس. أساساً ما نكمل استجابة للنرضى الأولى فهنا أنا راح يكون عندنا إشكال معين. ونفس الشيء بإنه عندنا يصير تحسين عندنا بالخصائص والخصائص الكهربائية الخصائص الكهربائية. دكتور علاء معروف حساً حولك على السلايد اللي بعدك. حول الدكتور كامل. حسناً حسناً حسناً. أنا عندنا هذي أخذنا مثالياً بالنانو بارتيكولز لأحد الباحثين بال2021. واللي حصلنا عليه في 2014. هذه كانت هي بدايات العمل وإن كان سبقها بال2007. بالحقيقة تعرفون إحنا. يعني بالبدايات ما كان عندنا موجود الإسكالي إلكترون مايكروسكوب. فنحصل على نتائج. لكننا نعرف حول أن احنا في مجال النانو ممكن أن نستخدم. بالخصائص الكرتيبية نرجع إلى معادلة الشرر ونطبق هذه المعادلة. ونستخرج الغرين سايز. نعم ينطينا الغرين سايز قد يكون أقل من 100 نانو متر. شوية أكثر من 100 نانو متر. لكن كعملية تشخيصية. هل أنه فعلا إحنا حصلنا على نانو بارتيكولز في وقتها ما كان بالإمكان. لكن بعدين من خلال العمل السواء كان العمل خارج في جامعات في أوروبا وأمريكا. أو في الوصول أجهزة الإسكانينج بإلكترون مايكروسكوب. أو الاتوميكورس مايكروسكوب. أو حتى الترانسوشين إلكترون مايكروسكوب. بدأ التعرف على التحبير اللي وصلنا عليه. الشيء الآخر اللي هو النانو رودز أو النانو تيوب مثل ما تلاحظون من حضراتكم. إحنا من نجي على السكيل بار اللي هو 300 نانو متر. فنلاحظ إنه هذي الدياميتر إذا كان تيوب أو إذا كان غود. هو أقل بالتأكيد. أقل بالتأكيد. يعني بمقدار الثلاث أو أقل الثلاث من هذا السكيل. أه الله. النوع الآخر اللي هو النانو فيبرز. ودائما يكون مرتبط معه النانو نيدلز. فالنانو فيبرز تلاحظون إنه هنا متحقق. النوع الثلاث بالذات من نلاحظ هذا الفايبر وطول الفايبر اللي هو يجاوز العشرة ما يكون أو أكثر بكثير من هذا المقدار. قياساً إلى الدياميتر لكل قطعة من هذه القطعة اللي هي الفايبر هذا اللي بالتأكيد راح يكون عندي. هاي اسفكترات والذات هنا مثل هذي الستروكترات يكون مهم جداً في التطبيقات البيولوجية والالثميائية وأقصد بها كمتحسسات. اللي حصلنا عليه هو هذي النانو نيدلز لو نلاحظ هنا مقدار الدياميتر لكل نيدل من هذي. وطول هذا نيدل أيضاً راح يشوف إنه متحقق عندنا الهائي اسفكت ريشيو. وهذا الاسكيل بار اللي بالأسفل يعني ما واضح لكن هذا هو واحد مايكرون. هذا الطول هذا البار هو طولة واحد مايكرون إذن من الجين يجا ناخد عينة من هذه العينات راح نلاحظ إنه. طول هذي النيدل الوحدة قد تتجاوز العشرة والعشرين مايكرون إذن نسبة إلى خطر هذي النيدل أيضاً راح يكون عندنا الهائي اسفكت. النوع الآخر هو النانو بليت. اللي هي تكون على شكل الصفاح مساحة هذه الصفاحة تكون مساحة كبيرة لكن يجي إلى كتنس يكون عندنا كتنس صغير جداً. هذا د Donn~~~ هذا بالالتين دعاج. لاحظ البعثين اجياء يlica يو. آآ 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 كولم مصدر مايك spinning هنالت دي أو آآây الرابط ما بjoyه كل اللي يورجي ايه وقي 준ه من ناحنة العلمية. يجب أن يشوي إلىgov المصدر اللي ماثوني عنده هذا الشكل. وبالمقارنة مع ما حصلنا عليه في ما حفيزياء المواد الـ IMP في ألمانيا هادي هي عندنا الفليكس أو الأقراس ممكن أن نسميه الدسك أيضاً السكيلبار هذا واحد مايكرون بالحقيقة هادي اللي اشتغلنا عليها في وقتها كانت بطريقة الـ PVD اللي هي بمنظومة راح نجي بعدين نشوف شنو اللي اتبعناه في التحريق اللي هو إذا كان أنا عندي هو الزجاج أو إذا كان الزجاج سيليكون أو أي كان النوع الزجاج الآخر مثل ما تعرفون هادي المناسبة هادي المادة الزينكوكسايد 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 دائماً الأكاسية بالترمال يكون صعب صعب جداً تحضيرها ليش؟ لأنه تحتاج لدرجة حرارة تبكرة جداً عالية لذلك تحتاج إلى كريم جنسكي عالية ما متوفر أو يكون صعب جداً لذلك شو نسوي؟ نرسب المتال نفسه نرسب نرسب الزينك ومن ثم بعدين نسوي لأكسدة هنا هنا ترسيب الزينكوكسايد كان ببروك مختلفة من ناحية الفيكنس من ناحية هل أنه أنا أحتاج إلى طبقة حتى أزيد التصاقية هذا الغشاء مع السوفستريت؟ نعم هنا مسألة التصاقية مسألة مهمة جداً لذلك نحتاج إلى أن نرسب طبقاً دور المنظومة مهم جداً المنظومة ما تكون بتقنية عالية أي بمعنى من أقول تقنية عالية ك PPD أحتاج إلى نقطة أساسية إلى مسألة جداً مهمة وهي التكنس مونيتر يعني إذا تسمحوا لي في أغلب مختبراتنا اللي شفناها في جامعاتنا وفي مؤسساتنا العلمية مسألة التكنس مونيتر ملغية الاعتماد على جانب الخبرة النظرية يعني أنا اليوم أريد أرسب ما أجد معينة طبعاً المفروض وأني أرجع إلى جداول تنطيني جد الكرن دينسيتي اللي أحتاجه اللي داي يصير عندنا أنه البوت أنا خالة وأبدي أمرر به كيار كارضائي البوت بالأسهل والصبستريت بالأعلى فمن يصير التبخير بتأكيد ورح يتوجه البخار هذا بخار المدرح يتوجه إلى الأعلى ويبدي يترسب على الصبستريت لكن مسألة الدقة مسألة الفصول على التراكيد النانوية هنا تكون هذه المسألة قاتلة جداً ليش؟ لأنه عندنا العاملين يجي الزي بالفرن إلى أن نظرية نباوة صارح مرار بدي توهج البوت يجي يحسب وقت أما خمس ثواني أما عشر ثواني أقل أتك خلص من خلال التجربة من خلال الخبرة أوكي خمس ثواني أنت مقدار معين من السمك عشر ثواني أنت مقدار معين آخر لكن هل أنه حصل على الترتيب النانوي بالتأكيد هنا المسألة الحصول على الترتيب النانوي بكم اجتمالياتها ضعيفة الدن وراح نجي نسوف النانو فلاور أيضا ممكن أن نحصلها بطرق التحضير هذه أيضا على الجانب الأيمن بطريقة الـ حصلنا على الفلاور من الترتيب الزين ومن ثم عملية الـ بهذا المسألة الترتيب الآخر أو نوع الآخر من التراكيب النانوية هو الـ اللي هو يشبه أسنان المشط اللاحب هنا الباحث على الينين هذا هو نوع التركيب اللي حصل بالـ 2006 اللي حصلنا عليه هي هذه الكثافة العالية من التركيب التراكيب النانوية اللي هي من نوع واحد الـ اللي تشبه أسنان المشط وبالحقيقة هذه هي الطريقة كانت تختلف عن الـ PVD هذه كانت بطريقة الـ CVD الـ chemical vapor deposition اللي هي اعتمدنا على استخدام الثريزون في وطبعا هذه الثريزون مسألة مهمة وأيضا راح نجي بطرخ التحضير نتطرق إلى موضوع الثريزون بالفرنس بالفصول على التراكيب النانوية إذن أنا إش عندي إش أحتاج أحتاج وحسب التطبيق اللي أريده أما أن أن يكون عندي الغشاء المحضر هو الزيرو دايمينشن اللي هو يكون جسيمات نانوية نانو بارتكول أو أن يكون عندي بعد نانوي وبعد آخر مو ببرورة أن يكون نانوي البعد الآخر كان يكون مايكرو مثل النيدل الكيوب الفايبر عين كان من هذه التراكيب اللي بكرناها في الإسلايج الإسلايجات السابقة أو أن يكون عندي التو دايمينشن اللي هو البليت الدسك الفلاور والفلابس العفو وغيرها الثري دايمينشن نانو ستركشور سينا رح يدخل في تقنية أخرى نحن سأسلي الأمثلة اللي ذكرناها وهذه صور الالسكانين الالترو مايكروسكوب كلها كانت عشوائية يعني مجرد أنه أنا أحصل على 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 لكن ما مرتبة إذن مني يكون عندي تري دايمينشن تري دايمينشن نانوي أو حتى تو دايمينشن نانوي إيش أحتاج أحتاج إنه أدي أرتبها على السبسترات خلاص يعني يعني مسألة إنه هي هي تكون مباحثرة على السبسترات هذه كانت بدايات العمل لكن بعض الأحيان أنا إيش عندي عندي سايز صغير والمفروض إنه أجي أرتب السبسترات بحيث ينطيني مساحة سطحية هائلة هنا هذي التقنية تقنية الماسك اللي هي أنا أنا ألجأ إلى إلى تصنيع ماسك معين هذا الماسك من الممكن إنه أنا من أرسب على هذا الماسك المادة اللي أحتاجها وبالذات لأجل أن أحضر المتحسس بعدها ممكن أن أزيل الماسك فأكو تقنية يسمها الألترا ثن ألومينا منبران هذي شنو معناها هي صنع الماسك من الألومينا أما أنه أنا أسوي أخاديد وأبد أرسب المادة داخل هذه الأخاديد أخاديد مثلثة أخاديد على شكل روج أي كان شكل هذه الأخاديد لكن القطر هذه الأخاديد وابعادها الداخلية يجب أن تتجاوز الميت نانومتر بأي طريقة أنا من الممكن أجري عملية الترسيب بحيث ما تنسد هذه الأخاديد لا أنا أحصل فقط على الشكل اللي أريد وابالذات إذا كان المطلوب أنا أريد تيوب أنا شون أقدر أحصل على تيوب هولو يكون مجوه من الداخل وقطرة ما يجاوز 100 نانومتر شون أقدر أدخل درات المادة داخل هذا الماس بحيث ما تسد لفوهة الماس يعني إذا صدقت ما حصلت على التيوب إذن أي طريقة ليش أقول أرجع وأقول أنه طريقة النظرية مو اللي تعتمد على من المستحيل من المستحيل أن أستخدم هذا الماس أو هذه التقنية للحصول على مثل ما تلاحظون هذا الشكل الموجود على اليمين هذه عبارة المصخوفات مصخوفة بأي كان مخاريط حتى وإن كان أبدي أرتبهم هذا هو المطلوب هذا المطلوب بالنانو تكنولوجي الحديد يعني مو مجرد أنه أحصل على لا بشلون هذي أبدي أوضف أشو نسوي من ممكن أنه تخدمني في تطبيقات وراح نلاحظ إن شاء الله إن شاء الله في المحاضرة القادمة اللي هي من راح ندخل بالتطبيقات البيوميديكال وبالذات بالفليكسبول أو بالويرابل سنسر مدى أهمية مثل هذه الستراكتر بالحقيقة هذه مجرد إن نحن الانستيكت أوف فور ماتيري وفيزيكس الانتي والسين تيك اللي واحد بنا كانوا واحد المتطر الأخرى والذي صار بها العمل والمحور هذه هي منظومة حسن من نجي إلى التقنيات أو المنظومات اللي ممكن أن أتخدمها للحصول على النانو هذه هي منظومة طبعا هذه هي ترمال اتيادة وبها أيضا الالكترون بيم ليش الالكترون بيم لأن أنا من أحتاج بعدين أن أرسب الالكتروز ممكن أن أرسب هكذا الالكترون بيم أو بداية من يكون عندي سبستري الزجاج والالتصاقية ضعيفة أحتاج أن أرسب طبقة أما طبقة ذهب أو طبقة كروم لكن يجب المفروض أن يكون تكنس مونتر حتى لا تأثر على الفيلم اللي أنا داع حضره يعني المفروض أن يتجاوز الخمسة نانو بأي بأي فيرما موجودة عندنا أنا من الممكن أن أرسب طبقة بسمك ثلاثة نانو متر بدون وجود تكنس منتر لذلك لاحظوا هذا اللي على اليمين دكتور علاء العفو السلايد يعني أوكي دكت تحوي مطبول دكتور اسفضل السلايدات فهذا تكنس مونتر لاحظوا بالثانية يعني شوفوا التقنية طبعا هذا فيتنس مونتر بكريستل وهذه الكريستل حتى ما تثلت المفروض صير عملية التبريد وعملية التبريد لهذه المنظمة تكون بالليكود نايتروجين إذا أنا مفروض من أسوي مثل هكي مختبر وأجي مثل هكي منظمة لازم بد أن أخلي بالي أشلول أوفر الليكود نايتروجين ويكون قريب يعني مو المختبر اليوم المختبر موجود في جامعة تلك والليكود نايتروجين موجود في مصنع خارج بغداد ومو يعني مو دائما أنا أقدر أروح أجيب لا لا يعني الجامعات ومراكز البخور تكون دائما أكو خزانات موجودة قريبة من البناية مباشرة الباحث يروح يملي الليكود نايتروجين ويجي من يليد يجري عملية الديفوزيشون يخلي هذه مهمة جدا حتى أحصل على دقة عالية حتى أحصل على الستروج اللي أحتاج نعم يجب أن يكون إحنا لأنه طبعا المنظومات اللي كانت تجهز مختبراتنا موجودة بها تكمس مويتها لكن بالاستخدام هذي دائما الكريستول في ثلاث لأنه ما موجود البديل ينتهي العدد اللي موجود فسيصير هذا الجزء من المنظوم هذا الأكسسر يلغب فرح نرجع إلى مسألة الخضاء هذا هو البوت اللي يكون بداخل هذه المنظومات ويكون تحكم بالكريم لأنه عندنا كريم مهم جدا ومن المشاكل اللي دائما تأثر على عملية على عملية الترتيب هنا هو مسألة اللي يصير من أجل أن يخلي البوت والمفروض أن يثبت بإحكام لأنه أي أي فرار بسيط ما مضبوب بإحكام راح يصير عندي راح يصير عندي في هذه المنطقة ويسبب لسريان قيار عالي جدا بدون الوصول إلى درجة حرارة التبخير فهذه من المشاكل اللي الموجودة في أثناء العمل مع منظومات الترمال إباطرانش فهنا بالحقيقة هذه هي نماذج من الماسك اللي استخدمت في تحضير التنفرمس مع الإلكتروز وأيضا ماسك لل هيتر هذي بالحقيقة اللي تصنيع المتحسس سوى كان سينجل سينجل تم سينجل سينسر أو إذا كان كوادرا لأنه أنا من الممكن أنه أرسب أكثر من مادة كل مادة يكون إليها تحسسية لنوع معين إذا من الممكن في محيط واحد أقدر أستخدم أربع متحسسات في نفس الوقت أو ممكن أكثر إذا كان أنا التحضير عندي لأكثر من ماسك بأكثر من متحسس هذي بالبداية هنا الماسكات القارغة اللي الرسل بيها ثم ثم بعد ذلك تيجي دور الإلكتروز وهنا نفينجر الإلكتروز وحضراتكم اللي المستغلون في مجال المتحسسات يعرفون إنه إنه إلكتروز كبير جدا في زيادة التحسسية للمتحسس اللي تم تصنع هذا هو الماسك اللي يخص الهيتر يعني تعرفون إنه في مجال المتحسسات أكثر عندنا تحسين لأداء المتحسس إذا عمل بدرجات حرارة نوعا ما عالية أعلى من درجة حرارة الغربة فالش يحتاج نحتاج عملية التسخين عملية التسخين هنا من الممكن أني أوفرها من البداية قبل أن أرسب المطلوب سواء أو غيرها أدي هذا الماسك أرسب الهيتر واللي غالبا ما يكون من مازجة تينغستين وممكن أنه يعمل ب ممكن أنه 2 بولت أقل بمقدار قليل أقل بمقدار قليل ويوفر بجرس حرارة المطلوبة إذن أنا أرسب الهيتر بعد ذلك أرسب الغشاء بعد الغشاء هذا فيما يخص الترمال الإباكوليس النتيجة النهاية المتحسس سيكون بهذه الصغيرة عندما أتكلم عن وعن أطباب ممكن أن تكون أي جيب أو قطبة أو ممكن أن تكون أي ذهب وهذه هي النماذج الأولية التي تم الحصول عليها هذا الغشاء قبل الأكسدة هذه قبل الأكسدة وبعد الأكسدة سيكون عبارة عن غشاء شفاف ويلاحظون فقط الذي واضح هو عندي ال الكتروز وهذا هو الكوادرا سنسر الجدول هذا يوضح أهمية الطبقة الأولية لأجل زيادة الأكساقية لكن هذه واحدة ما تكون كافية خصوصا من أن أرسب زينك حتى حصل على الزينكروف سايد اللي يهم هو النقطة المهمة أيضا هو عملية الأكسدة والدرجات الحرارة المطلوبة للأنيلين أو للأرسيد هنا أفضل أفضل عشاء أو مجموعة ترشية تم الحصول عليها ما بين 450 و 550 درجة مئوية مع وجود طبقة الكروم اللي ترسب بالبداية أو طبقة الذهب اللي هي تكون بحدود الثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة نانو متر فهذه هي مجموعة من النماذج اللي تم تحضيرها وبعدها توظفت في بعض التطبيقات اللي هي كان واحدة من التطبيقات تم متحسس غاز أو وكسيدي كربون متحسس الصالف اللي هي الأملاح المحالية الملحية بالحقيقة وكانت كل وحدة إلي تقنية خاصة في عملية التحسس ومثل ما ذكرت لكم إنه ممكن بالمحاضرة القادمة إن شاء الله ينتعرف على ومتعرف على ومتعرف على الصالف السنسور نتعرف عني شو الموضوع الوقت ترى بدأ يتركنا يعني أوكي يعني عندي ربع ساعة عندك ربع ساعة إن شاء الله غير ماشي صار 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 هنا عدنا مجموعة من التراكيب اللاحب على اليسار بلا على هذه هولوسفير نانو ستركتر وهذه عبارة عن نانو بارتكول نانو نيدول نانو 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 بلايس وأيضا نانو 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 اللي هي ما تختلف عن سابقاتها اللي تم تحضيرها بالحقيقة بالكيميكال اللي هي بالسي بيدي الفيرزون تيوب فرنس هذا هو مخطط الفيرنس وهذه هي المنظومة صورة المنظومة بالحقيقة عندنا الفيرزون اللي هو هذي يكون من جهة دخول الغاز اللي هو الأرغون يكون بداخل هذا تيوب زجاجي كبير وبالداخل عندنا تيوب يشبه التيست تيوب نخلي بالماتيريال اللي ريد الرسب هنا هو الزينكوب بالحقيقة هنا الزينكوب هو عبارة عن نانو بارتكول زائد كربون وهذه هي الفتحة هذا التيست تيوب يكون معاكسة لفتحة دخول الأرغون ومنها عندنا اللي هو يسوي لعملية اللي المستمرة لأنه حتى يسحب هذا الغاز المهم عندنا درجات الحرارة المطلوبة بالزون الأول 700 هذه ممكن تكون أقل ممكن تكون شوي أكثر المهم هي هذه المنطقة الوسطية أهم شي هي اللي تكون بحدود 900 درجة مئوية وأيضا 700 درجة مئوية للمنطقة الثالثة اللاحظة هنا أنا أنا ما أستخدم يعني هذه ملاحظة مهمة جدا وصارت إيا أنه ما انتبهت استخدم الزجاج اعتيادي في كسب بالحقيقة صار بإمكان لأنه نقطة تلديم هذا الزجاج الاعتيادي هي ما تتجاوز 580 أو 60 درجة مئوية وإحنا نتكلم عن درجات أعلى من 700 درجة مئوية لذلك دائما يفضل أما أن يكون عندي سبستريت هو سيليكون أو يكون عندي السبستريت هو قواز الارغون فلو هو 60 استمجل درجة سنتيمتر من السي سي ام حتى تكون العملية وهذه المنظومة التي استخدمت وانطتنا هذه التراتيب التي تلاحظوها على اليسار يعني لاحظوا الدقة العالية والكثافة العالية بالإضافة إلى الستراكتر الواضح جدا اللي هو النانو كوم لاي ستراكتر أعتقد إحنا في جامعاتنا أو في مراكزنا البحثية موجود ما عرفاني التريزون موجود أو لا لكن على الأقل التريزون موجود التيوب فورنس ممتاز جدا بالحصول على مثل هكذا التراكيب نانو الشيء الآخر يعني من أستخدم الماسك اللي ذكرناه الالتو أو ثري الألومينا أحتاج إلى منظوم وكأنه خلين الصوارئ بها الشكل تبدأ ترتب لذرات وصفطها وحدة وحدة لأنه من أتكلم عن ديميتر أقل من 100 نانو وإذا كان الماسك موهي على مثلا 30 نانو 20 نانو إذن راح تصفح مسألة الترسيب بصعوبة عالية جدا هنا وين نلجأ للأتومي كلاير ديفوزيشن ومن تسميتها أنه عندي الأتومي كلاير طبقة طبقة أي بمعنى درة درة إذا صح التعبير أو إذا تسمحوني لمثل هذا التعبير هذه طبعا تعتمد على كميكال ري أكتر ومنظومة متكاملة على مجة ثلاث ساعات أو أكتر بالجوب تقدر تنقيني أو ترسيب لي طبقة لا تتجاوز العشرين أو العشرة إذن هنا لاحظوا مدد دقة وهذه أيضا هي هذه الفلاشز اللي سير هذا هذا متحسس بقدر ما هذا أنا عندي طبعا هو برنامج متكامل يعتمد على المادة ومثلا عندي الزينكوكسايد ومع الماء فيصير عندنا هنا نوع من التفاعل الكيميائي وهذه هي الكامبر اللي بالأعلى هذي يكون ساخنة جدا في الترسيب بطيء جدا أبطأ من التيرمال اللي بكرنا اللي هو يكون عندي ثري أو فور انجستروم هنا ساخنة هنا أبطأ بكثير ليش لأنه العملية عملية تركيب متعاقد هذه منظومة مهمة جدا في الحصول على 3D ستراكترس هذا هي الالترا ثن الومينا مامبران هذا السيكوينس عندنا أكثر من طريقة أو أكثر من طريق للحصول على المنبرين العفوان على الفيلم يعني المنبرين هو الومينا اللي هو بعدين يزال يعني لاحظوا هذا هو نفس البروف جيرهار جلدة اللي بالحقيقة عملنا سوى بالأثين واربعة عشر لكن هو كان قبل هذا التاريخ بالألف ين وعشر وكان حتى بالألف وستة وسبعة مشتهم على هذه التقنية اللي حصلنا عليه هذه اللي تشبه خلايا النحل النانوية باتباع هذا الطريق وهنا أما أني كناني عندي كيوب نانوية حسب الصريق اللي داي استخدمي يعني لاحظوا هنا اش عندنا بالأعلى عندنا هذا الشكل ما عارف التشير عندي واضح ولا اش رين بالأعلى نعم اكو هذه على اليسار لاحظوا هذا الترتيب هذه الاري واضحة جدا اما تكون تيوب او تكون فايبر او اي اي نوع من نوع الترتيب هنا شلو اللي صاير عندي لاحظوا الفتحات اللي بالأعلى بسبب الترسيب الأعلى العالي شي صير عندي هذه الفتحات تغلق فجدا يصير عندي نوع من التباريس الموجودة لكن مو هي المطلوبة او انا احتاج مثل هي التباريس فهنا جدا يصير هنا اللي جاء سخدم اي تقنية بالترسيب نفس الشي بالنسبة للماسك الاخر والاخر اذا احصل على مجموعة من التراكب حسب الطرق المستخدمة لل الالكترو سبين والغالبية يعرف انه مدى فاعلية واقتصادية هذه التقنية لانه بشكل مبسط واعتقد هي متوفرة في اغلب اذا مو في كل مختبراتنا في جامعاتنا وفي مراكزنا وهذه هي خلنو نسميها بتسمية متخصصة هذه المنظومة في الحصول على النانو فايبرس مثل ما تلاحظون هذا اللي هو هذا الشكل اللي هو للباحث المذكور وناشب بالايرو سنبل 2021 وعشرين وتقنية اصبحت معروفة للغالبية بالحقيقة هذا الجزء من النشر في مؤتمرات مؤتمر اللي هو البحث الاول بال2017 كان يخص بالحقيقة نانو صنعنا منه او هيا انا من نقول صنعنا حبرنا منه متحسس للغلوكوز والموضوع الاخر هو متحسس للمحالي الملقية لكن بتقنية مغايرة تماما بالتقنية الاولى هنا انا وضعنا الالكترو مع الالكترو الامبيرومتريك مع البيزيو وحصلنا على طريقة جديدة اللي هي البيزيو امبيرومتريك سنسر للتحسس وكان مغاير الشيء اللي المفرح جدا واللي افتخر اذا تسمحوا بكل طوابع انه بدرنا نحقق اه انشاء او تأسيس مع اه في معحة زيار المواد في جامعة مونستر اه في مجال وهذه انا هنا نمكبرها برسالة في مجال اه اه وطبعا هذا القروب هو اه فاتح ابوابه لكل من اه يرغب ان ان يعمل معنا في هذه وان كان الفترة اللي مضت وبسبب كورونا صار نوع من منقول التوقف لكن تتور في هذا المجال لكن ان شاء الله على القادم من الايام يفعل من جديد بالحقيقة بوقت يعني صار عندي اشجعت على ان انشئ منصة اللي هي ويب تحت عنوان السنسر ويبنورس اللي هو طبعا ال ثري دوت ويبنورس ايضا اه رح نرجع ان شاء الله انفعلها واذا يسمح لدكتور علاء او تسمح لي السيد رئيس للرابطة ومنسف الرابطة دكتور رافع انه من الممكن انه نعلن عن نشاط فاتنه من خلال هذه النصة واني اشكركم واشكر سعى صددكم واعتبر اذا كان فيها نوع من الإقالة واعتقد لقى نفتزم بالتوقيت ان شاء الله بعد اربع دقائق شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور علي وارك الله بي محاضرة ممتازة وان شاء الله كانت حققت الهدف الرئيس نفتح الان باب الاسئلة والاستفسارات للأساتذة الكرام الحاضرين فضلوا اكوان اشتركوا في القناة